نسأل الله العفو والعافية أحسن الله إليك دكتور أذهب إلى عمان من جديد دكتور نجيب الآن الكلام عن تحرك تركيا أو لوحة الأناضول ثلاثة أمتار نحو الغرب هل هذا ينفس الصفائح التكتونية كما تسمى أم ربما يضغط باتجاه زلزال آخر هل يمكن الحديث بهذه الطريقة دكتور نجيب يمكن تفسير هذا يمكن تعليق على هذا تتحرك تركيا ثلاثة أمتار نحو الغرب أول شيء هذا وهذا يعطيكم فكرة عن تقدم العلم في هذا المجال نحن منذ عقود قليلة في الواقع نعلم بأن الصفيحة العربية تذهب نحو الشمال وتدفع بتركيا نحو الغرب في خرائط عليها الأسهم التي تبين ذلك قبل حصول هذا الزلزال وكذلك كتبت تقذف إيران نحو الشرق وتشق طريقها نحو القلق في اندفاعها نحو الشمال طبعا هذا في سياق التصادم اللي قاعد بصير الألية التي يمكن أن تحصل هي في الواقع أن الصفور تستطيع أن تقاوم الضغوط إلى حد معين لأنها صلبة نصف الصفور بأنها صلبة وهشة صلبة يعني أنها تستطيع أن تختزن الضغوط إلى حد ما إذا ضغطتها بقوة ليست كافية ما يبين عليها تشوهات لكن في الواقع في طاقة ضمن هذا الضغوط لكن إذا كانت هذا الضغوط وصل إلى درجة أكثر من طاقة هذه الصفور على الاحتمال لأنها هشة تنكسر وينطلق منها الموجات الزلزالية التي تسبب الحركات والدمار الذي نشاهده طبعاً ثلاثة أمتار بالنسبة للزلزال سبعة وثمانية بالعشرة تبدو معقولة رغم أنها أكثر قليلاً من اللازم إلا أنه أنا أعتقد بأنه تحديد هذا الرقم تقريبي وأقرب قد يكون اثنين وستة قد يكون اثنين ونص إلى آخره هذا ما سيحدده في الواقع استخدام التقنيات المتوفرة في الوقت الحاضر بيسر طبعاً بعضها يحتاج إلى وقت حتى أنه تطلع النتيجة بيكون في عنا أحنا أساساً مجموعة من النقاط بالتأكيد موجودة في تركيا نسميها نقاط مساحية نقاط جيوديزية دقيقة جداً محدد إحداثياتها بدقة إذا أعيد تحديد الإحداثياتها في الوقت الحاضر سيتضح كم أزيحت وإذا كانت الإزاحة على كميات كبيرة من النقاط وفي اتجاه واحد يحسب كم هو الإزاحة وبأي اتجاه في النهاية من حصلتها هذه طريقة لتأخذ وقت لكن في طريقة الآن أحدث ولا تأخذ وقت كبير اللي هي ما يشمى بطريقة التداخل الراداري أو التقنية التداخل الراداري هي في الواقع صور رادارية فاستطيع في النهاية من مقارنة الوابعين قبل الزلزال وبعده ومقارنة برضو نفس الشيء إحداثيات بس كل نقطة في منطقة واسعة جداً من المنطقة التي تأثرت أن تحسب حقل التشوهات اللي حصل وكم أزيحت كل نقطة عن مكانها هذا يمكن عمله سريعاً لأنه بالتأكيد في هناك صور أرشيفية قبل هذا الزلزال يكفي أن تأخذ صور بسرعة برضو هي مصورات وليس صور أرقامي يعني في النهاية ويقارن تما بينها ويشتق كم كانت الإزاحة في هذا السياء من وجهة نظر علم الزلازل هذا معقول يعني ثلاثة متر لكنه كما ذكرت يبدو أنه رقم الأعلى لأنه حركات الزلازل يعني عملياً أصبح فيه خبرة كبيرة فيها حتى قبل هذه التقنيات مثلاً زلزال فلسطين 1927 دعش سبعة سبعة وعشرين كان قوته ستة وربع تم القياس يعني ميدانياً من خلال مجموعة كبيرة من المناطق بأن معدل الإزاحة كان أربعين سنتيمتر الصفية العربية صعدت إلى الشمال بالنسبة إلى صفيحة سيناء وفلسطين بمناسبة ذلك الزلزال بمقدار أربعين سنتيمتر يعني هذا في الواقع هي مخصصات الضغط اللي حاصل في هذه الصفيحة لمدة أكثر من مئة سنة حتى تجمع هكذا كم أكثر يعني مرة حصل فيها إزاحة تم قياسها بالتأكيد بها تكون مرتبطة بأكبر زلزال تزجيله في العالم خلال العقل القرن الماضي هو زلزال في تشيلي 22-5960 وكان مقدار الإزاحة لصفيحة أمريكا الجنوبية بالنسبة للمجاورة لها 15 متر إنما كانت قوة ذلك الزلزال تساوي 9.5 يعني أكبر من هذا الزلزال اللي حصل حاليا بما لا يقل عن 600 مرة طيب كلام مهم دكتور نجيب سأعود إليك موسيقى موسيقى شكرا للمجاورة للمجاورة شكرا للمجاورة للمجاورة